الحلقة السادسة من دورة تعليم الزراعة المنزلية قبل ذلك شاهد الحلقات الخمسة الأولى إذا لم تكن قد شاهدتها من قبل وستجدها كاملة في قائمة تشغيل تحت اسم دورة تعليم الزراعة المنزلية اليوم مع الحلقة السادسة وسنرى فيها قسمان أولا أنواع التربة وكيف نعمل خلطة تربة مناسبة للزراعة الداخلية والخارجية ثم في القسم الثاني كيف أروي نباتاتي بشكل سليم نبدأ على بركة الله بأنواع التربة أشهر نوع طبعا هو التربة الطينية أو تربة الحقل وهي تربة خصبة وغنية لكنها ثقيلة ثم التربة الرملية وهي تربة مسامية جيدة التصريف لكنها فقيرة من حيث العناصر المغدية البيتموس خفيف الوزن دون مسامية عالية أي جيد الصرف وهناك العديد من أنواع البيئات الزراعية الأخرى كالبيرلايت والفيرموكلايت إلى آخره ماذا يهمنا الآن؟ كل ما يهمنا الآن هو ما هي التربة أو خليط التربة المناسب للزراعة الجواب طبعا يختلف الأمر حسب الإمكانيات المادية لكل شخص فمثلا البيرلايت والبيتموس والفيرموكلايت من أفضل البيئات الزراعية لكن يستحيل على جميع الحصول عليها لذلك سأعطيكم عدة خلطات للزراعة الداخلية والخارجية واختر منها ما يناسب إمكانياتك المادية للزراعة الداخلية يفضل عدم استعمال التربة الطينية لأنها تحتوي على البكتيريا المسببة للأمراض وتانيا لأن تصريفها سيء ويؤدي لموت النباتات وأفضل خليط هو الذي يكون فيه البيتموس مع الكمبوست النباتي والبيرلايت مقداران بيتموس ونصف مقدار كومبوست نباتي والباقي بيرلايت إذن استعمال البيتموس سيدمن لنا المسامية وجودة الصرف والخفة استعمال الكمبوست النباتي سيدمن لنا توفر المادة المغدية أي السماد بالنسبة للبيرلايت يمكننا استبدالها بالتربة الرملية أو الكوكوبيت إذن إجمالا هذا الخليط جد جد مثالي تتوفر فيه جميع الشروط الضرورية كي ينمو النبات بشكل جيد أما في حال تعذر عليك شراء بعض البيئات لعدم توفرها أو لغلائها استعمل مثلا تربة رملية مع كومبوست نباتي ثلاثة مقادير تربة رملية ومقدار واحد كومبوست نباتي هذا بالنسبة للزراعة الداخلية أما بالنسبة للزراعة الخارجية ونتحدث طبعا عن حديقة البيت أكيد في الحديقات توجد تربة طينية إذن هذه التربة نعرف أنها تقيلة ومتماسكة إذن لا بد من قلبها وإضافة السماد في حال توفر إمكانيات مادية فلا بأس أن نضيف البيتموس أو البيرلايت إذن نقلب الأرض ونضيف السماد أو أي بيئة أخرى متوفرة عندنا بهذه الطريقة ستكون جاهزة للزراعة ما يجب أن تعرفه هو أن التربة الطينية لا تستعمل في الأصص للنباتات الداخلية البيتموس لوحده أو البيرلايت لوحده ليس تربة متالية للزراعة في كل الحالات يجب الاهتمام بالتسميد بعد الزراعة أما الرمل وليس التربة الرملية فيمكن غسله لإزالة الأملاح والزراعة فيه ولأنه تربة فقيرة من حيث محتوى الغذائي فلا بد من إضافة الكمبوست قبل الزراعة في الرمل نمر الآن للقسم الثاني من هذا الدرس ونتحدث عن الري أول نصيحة ودائما تجدونني ألح عليها ابتعد عن ماء الصنبور أو الحنفية لأنه السبب الأول في موت أو السبب الأول الذي يتسبب في موت النباتات لغنى بالكلور إروي بماء مصفى أو إروي بماء البئر أو ماء البطر وكي أشرح لكم بكل يسر وسهولة طريقة الري السليم ركزوا معي قليلا لن أقول لكم إروي مرة كل ثلاثة أيام أو مرة في الأسبوع كما يفعل البعض وهذا خطأ لماذا؟ لأن كل واحد منكم يزرع في تربة معينة وفي ظروف مناخية معينة لذلك تحديد عدد مرات الري هو مسألة خاطئة والصواب هو أن تروي حسب حاجة النبات كيف ذلك؟ بالنسبة للنباتات الداخلية طريقة الري جد سهلة ببساطة أدخل أصبعك هكذا إذا وجدت أن التربة جافة اروي وإذا وجدتها ما زالت رقبة لا تروي بالنسبة للنباتات الخارجية والأشجار يفضل استعمال نظام الري بالتنقيط لأنه يعتبر أكثر نظام يحافظ على الحديقة رطبة دون هضر للماء هناك نباتات محبة للرطوبة كالكوسة والقرات والكرفس ونباتات عكسها كالزعتر والثوم والبصل لذلك اسأل عن النبات الذي تريد تربيته اسأل عن حاجته للماء بالنسبة للوقت المناسب للري فهو فترة ما بعد العصر إلى قبل غروب الشمس لا تنسى فحص جودة الماء واحذر من الكلور والأملاح المادنية والآن لنلخص كل ما سبق في نقطتين رئيسيتين أولا استعمل تربة صحية نظيفة غنية بالعناصر الغدائية لتعزيز نمو نبتة قوية ومقاومة للأمراض والآفات ثانيا حافظ على رطوبة التربة عند المستوى الأمثل من خلال الري المنتظم وتجنب الإفراط في الري أو ترك التربة جافة لفترات طويلة والآن أصدقائي لننتقل للحلقة السابعة وموضوعها كيفية تسميد وتغذية نباتاتنا ترجمة نانسي قنقر